اشتركوا في القناة ننظر بعض القصور والقصبات المعروفة بزخرفتها وجمالها وسنقوم باكتشاف المدينة الناس هنا ودودنا للغاية ونحن نتوق لتذوق المأكلات المغربية أحببت المكان هنا التقس رائع أيضا المغاربة شعب لا يبخل بالمستعدة وهذا شيء جميل مجموعة كبيرة من الأفلام قد تم تصويرها هنا مما يجعل المكان ذا أهمية بالغة نحن نقوم بالتقاط الصور هنا وننضي وقتا رائعا للغاية المكان مذهل والمطاعم تقدم وجبات دديدة ما يجعل عطلتنا هنا في غاية الروعة القطاع السياحي بإقليم ورزازات عرف نمو تجاوز 38% بخصوص الوافدين إلى نهاية نوال بـ 2018 ويجعل المكان مقارنة مع حداشة شهور 2016 الجنسيات الكلاسيكية التقليدية عرفتوا واحد التطور من نمو الفرنسيين اللي تقريبا 30% لإسبان 52% وهولنديين كذلك ولكن كانت نمو متميز للسياحة الأسيوية أساساً اليابان والصين هذا النمو نتع الصين يرجع إلغاء تأشيرة الدخول السياح الصينيين للمغرب التي كانت إجرأته خد في 2016 في مائي وكان عنده العكس إيجابي على القطاع وبالإضافة للرحلة الجوية التي تبرمجت من بروكسيل في يونيو 2017 الورزازات الرحلات التي تبرمجت من مراكش الورزازات بمدى ثلاث رحلات في الأسبوع كان عنده واحد العكس إيجابي ونأمل أن يستمر هذه البرمجة الخطوط جوية أخرى باش القطاع يعرف مكانة ويعرف تطور مستمر في 2018 وفي السنوات اللي جايين بعد 2018